طريح الفراش بعد أن كان ملتزماً في صفه بمدرسة الإدريس وسط قضاء بعقوبة يمكث عبدالله ابن السادس الابتدائي على فراشه بعد أن عنفه معلمه بشكل قاس أو كما يصف عبدالله أنا عبدالله دعم في مدرسة الإدريس الابتدائي بصف السادس الابتدائي شعب ألف يجينا درس بالفنية وكلما ما يدوجه هذي حركتها بيه ويظل يضرب بيه بعد الضربة الأخيرة ضربني يخلونا أعلم بالفراش ضربة قوية يضرب بعض ظهري وإخواني يودوني الامتحان ويواجعوني من الامتحان ذو عبدالله كشفوا عن تعرض ابنهم للضرب أكثر من مرة الأمر الذي أثر سلبا على مستواه الدراسية وأعاق دوامه اليومي لمدرسته التي لا تبعد سوى أمتار عن بيته أستاذ الطالب السادس ابتداء من مدرسة الإدريسي عبدالله عنده ارتداد بالعين معالته المعلم أبو الفنية ضربة أول يوم جان عبدالله مشتكي لوالده تعرفك أنت مو كمعلم كأب أو فتشي يعني الرجل جوز أبو النموسي كان بذاك اليوم الموضوع عبرنا بعد أيام جاء عبدالله موضوع عباسنوب يعني منتهي بنا دي نودي ونجيبه للمدرسة في العراق لا تزال ظاهرة العنف المدرسي تنخر جسد التعليم وتلاميذ سيابا من أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وأربعة عشر عام بحسب تقارير سنوات سابقة كاشفت عن وجود 90% يتعرضون للعنف من تلك الأعمار والتي تشكل ظاهرة العنف المدرسي منها نسبة كبيرة تحذيرات أطلقتها اليونسف فيما مضى حول المستويات الخطيرة التي وصلت إليها نسب العنف المتمادي ضد الأطفال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر